بسم الله الرحمن الرحيم أهم برامج التصميم الداخلي البرامج الخاصة بالانتيريور ديزاين وأكلم عن البرامج المتخصصة فيه برامج عامة وتقدر تعمل كل حياته اللي بتعمله برامج انتيريور ديزاين زي الكاد ممكن تخش في الريفتر كاد ممكن تعمله بسري دي ماكس بس في بعض البرامج تبقى متخصصة فسهل جدا تعاون معيها باش محتاج شرحة كثير تفتح البرنامج تلاقي الواجهة سهلة وشو سهلة جدا ان انت تصمى من بيت زي مثلا ده البرنامج ده سمو سويت هوم 3D ده open source free تقدر تحمل وتشغل به بدون اي مصاريف خالص واجب تحت 2D 3D الأشكال الجهزة بتتحو وتحط تقدر تجيب مثلا ترسم حوات بسهولة اللي ترسم معاك تقول له مثلا عايز تحط الشباك تبدأ تحط وتتعدل الخاصات زي ما انت عايز في برنامج الانتيريور ديزاين 3D هوم ديزاين بتلاقي اشكال جهزة لو انت عايز ترسم حديقة وعايز تعمل floor plan عايز تعمل kitchen landscape هتلاقي تصميم سهل جدا تقدر تسحب درجة under drop بتلاقي شكل كل القوى معاك في بردو عندي ده على الموبايلات روملي او 3D floor سهل جدا انت تبدأ تصمم به المابنة اللي انت عايزه في بردو عندي هنا 3D interior design اشكال جهزة بتبدأ برضو تحطها وتبدأ تعدل فيها زي ما انت عايز بقدر تحمله ما فيش مشكلة هوم دزاينر سيوت ده مجموعة من البرامج كواسة جدا اللي انتخليك تصمم المابنة بتاعك بسهولة جدا حاجة بشكل دوت حاجة فاخمة بشكل دوت وفي برنامج من عند Autodesk هوم ستايلر ده سهل جدا تعمل معيه يعني ده احسن بروك شفتها سهلة ويعني تقدر تعمل انجاز من غير ما تعد تأخذ فيها كورسات رحي خالص على سبيل المساد ده مثلا تقول له نعايز تزاين تمبليت او عندي ديمو بروجيكت فتخش تشتغل عليه cutting سهلة تطعق وناس بكرة سهل جدا انت تتعدل براحتك سهل جدا تعلم على أي حاجة غير خاصة بعتها تعملها روتيت زي ما انت عايز تعدل فيها تتعدل فيها تأكد